انا هبعد شوية عن الدوري وعن زماريج حتى كانت خلصنا الاسبوع السادس دائما حضرتك قلت وهنتوقف شوية الدوري هتوقف شوية الفترة اللي جاية اه نتوقف شوية طبعا عشان ارتبطت المنتخب الولمبي في اولمبيات لندن تصفيات اللي موجودة في المغرب طيب احنا عندنا تشكيل جديد للمنتخب المصري الفترة اللي جاية المفروض في مبارح تم اختيار بوب برادلي الموديل الفني الامريكي المنتخب مصر اختار عدد من اللاعبين علشان يخوضوا مباراة البرازيل الود دي هي اليوم 14 في الدوحة اللي قلنا عليها تجمع هيكون النهاردة ساعة خمسة في ملعب بيترو سبورت طبعا الاختيارات كلها معظمها مفاش حاجة جديدة بسمعنا نابوتريكا مش هايبة موجود بالضبط باستثناء طبعا ضم احمد حجازي ويقوكا من الحرس ومن الاسماعيلي واستبعاد محمد ابوتريكا في سيد معوض من فترات طويلة ما تمش استبعاد السنائي ده من المنتخب المصري ابوتريكا استبعاده جاء لأسباب فنية طبعا لان هو الراجل جاهز وبيلعب ولكن بقالوا فترة يعني الاداء مش كما هو يعني من ابوتريكا في الفترة اللي فاتت اداءه مش اداء ابوتريكا المتعرف عليه ولكن كلعيب جاي ده انا اعتقد كان ينضم للمنتخب المصري لانه كمان من اللعيبة اللي بتلعب بشكل جماعي بشكل كويس جدا وانه المباراة في الاول وفي الاخر مباراة استعراضية لكن انت المشكلة انك بتختاري مثلا لعيب او بتحكمي على لعيب موجود في الملعب سواء تغديق او لا دي طبعا رؤية جاهز فاني وكل لاب دا حتنا من رؤية دي ولكن الغريب مثلا انك تضم لعيب زي عصام الحضري عصام الحضري الراجل ما بيلعبش وعمل مشاكل مع فرقته المريخ يعني مش موجود ما بيلعبش مباريات فبالتالي وبتديره وبتختاريه وكلنا بنا عارفين ان هو يتم اختياره هل اتحاد الكورة حتى الان ليه سيطرة في اختيار بعض اللعبين لتمثيل منتخب الوطني ايوة اتحاد الكورة ليه السيطرة على الجهاز الفني الموجود اللي بيقود منتخب مصر علشان يفرد بعض اللعيبة او بعض اسماء اللعيبة لارتداء قميص المنتخب الوطني واقولهم عصام الحضري ليه بقى لا لان طبعا دا العيد ما بيلعبش يعني انا عايز اقولها ايوة ليه بيفردوا بعض الاشخاص لا بتبقى يعني لا علاقة عصام الحضري برئيس الاتحاد لا علاقة عصام الحضري بأعضاء الاتحاد دا اللي دا انما سدقيني مفيش لعب في الدنيا ما بيبقاش بيلعب وجاهز مع فرقته وتلاقيه في منتخب بلده الا عندنا برضو قمي ايوة مصر برضو في لازل مختلفة انت عفق وبعدين تلاقي لعبة تانية بتلعب ومتواجدة ومخدوش يعني مثلا انا بقول ان انا ببصر مستقبل حراس المر طب عابو واحد السيد عامل ماتشات كويسة الفترة بتاخد ما هو اخدين عصام الحضري والشناوي ومحمد صبح في الاسماعيل ثلاث حراس كويسين طب انا لو استبعدت الحضري وحطيت حارس مرمى تاني من المنتخب من الفرق اللي موجودة ويكون يلعب بكسب حارس نعم انا النهاردة انا بافضل رهن على حارس لغاية اخر نفس لغاية ما فاجأة ودي وقت الجد بقى مش الودي ما عنديش بقى حراس ما انا فاجأة ما انا مدي عمال طب انا من الفترة دي انامزة وكان احمد الشناوي هو مستقبل كرة القدم في مصر او حراس للمرمى ما ندي احمد الشناوي من دلوقتي انما برضو ما زلنا في مجملات في الاختيارات ايه بس في الاختيارات دي ما هو مش المدير الفني امريكاني ولا احنا بنجيبهم بمصورات تعيين نتوافع مدير الفني امريكاني ومدير الفني كويس جدا ولكن لسه لسه يعني بيسمع من مساعدي مساعدين هم اللي بيشغلوه لسه طبعا ما شافش يفهم الان بشكل كويس ستة سبيع بس ان الدوري مش كافيلا نشوف كل اللعيبة هو لغاية دلوقتي ماشي بدماغ اتحاد الكرة انا بتمنى ان هو يعرف كل الامور قبل ما يبعد خالص ويبعد عن منتخب مصر وفي الاخر يكون نتعلم اتمنى يتعلم وهو موجود وبيدير لان هو واحد من الناس اللي بتستخدم المنهج العلمي في ادارة كرة القدم وده مش موجود عندنا خلص توقات حضرتك ايه بقى هارجة تاني للدوري توقات حضرتك بعد ما يعني او نتائجنا لغاية دلوقتي ممكن تودينا فين بعد ما نستكمل الدوري والله انا شاف ان المنافس السناني الاهلي طبعا ما زال متصدر البطولة لسه زمالك فاضيله ماتش مؤجل بتعوير رجلة انا بقول ان الفترة الجاية مش هنقدر نقول يا جماعة ولا بعد خمس ستة اسابيع كمان في الدور بعد ما الدوري استقناف مش هنقدر نقول الدوري رايح فين لان لسه انا بقولك تسعة تشر فريق الاسماعيلي هيتعصر الزمالك هيتعصر الاهلي هيتعصر لان في حالة من التقارب الفني بين الفرق التقارب الفني نتج عن ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق اللي كان لها شكل اكتر تراجع مستوها الفني وتساوت بقى مثل الاندية مش الاندية اللي مستوها كان قال طلعت الاندية اللي فوق لا ده التراجع في الاداء والمستوى الفني بقى كله شبه بعض النهاردة اي فرقة بتلاعب التانية تبقاش عارفة لغاية النتيجة الزمالك اسموح بيكسب في الاخر الاهل وامبل ماتش متعارب لغاية اخر دقيقة الزمالك امام اتحاد الشرطة اتحاد الشرطة مغلوبه بيحول النتيجة بتاعته لفوز ما تقدراش تتنبأ بمين اللي هيكسب ومين لا في ظل تقارب المستوى بين الفن بين الفرق والدور السنة دي صعب جدا على الفرق كلها كابتن ايهاب الخطيب النقد خلصت حلقتنا نهاردة كنا معاكم في رابع ايام عيد الاطحى كل سنة وانتو طيبين بكرة حلقة جديدة وفريق عمل جديد وصباح الفن